بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولوادي دين ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف ورحمه الله وتعالى مسألة الجمهور أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد في هذه المسألة سيتكلم المصنف ورحمه الله تعالى عن النسخ بالإجماع ونسخ الإجماع والنسخ بالقياس ونسخ القياس فقول المصنف الجمهور هذا يعود للإجماع والقياس معا لأن كلمة الجمهور تعود للمسألتين معا مما يدل على أن في المسألتين خلافة والحقيقة أن تعبير المصنف هنا تبع فيه ابن مفلح وفي ذلك نظر فإن مسألة النسخ بالإجماع حكي فيها إجماع فقد نقل ابن عقيل أنه لا يجوز نسخ الإجماع ولن نسخ به قال ولا عرفت مخالفا فأحكي قوله وما ذكره ابن عقيل في محله وذلك أنه لا يعرف أن أحدا من أهل العلم قال إن الإجماع ينسخ أو أنه ينسخ كذلك وقد تكلم الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى عن أن التعبير بأن الإجماع ينسخ يؤتى به لأحد معنيين وأحد المعنيين صحيح والآخر باطل بمعنى أنه منفي فأما المعنى الصحيح فهو أن يقال إن الإجماع ناسخ لا بنفسه وإنما بمستنده فيكون الإجماع حينئذ كاشفا عن الدليل الذي يدل على هذا النسخ وحينئذ لا يتصور إلا في أخبار الأحاد فقط دون ما عداها لأن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن والقرآن موجود فلا يحتاج إلى إجماع ولكن خبر الأحاد قد ينسخه خبر أحاد آخر ولكن الخبر الناسي قد لا يبلغ لكثير من الناس فحينئذ نقول إن الإجماع كاشف لخبر الأحاد الذي نسخ الخبر الأول وهذا المعنى صحيح المعنى الثاني الباطل هو أننا نقول إن الإجماع بنفسه يكون ناسخا للدليل الشرعي سواء كان خبر أحاد أو قرآن أو سنة وهذا الذي قلت لكم إن ابن عقيل قال إنه لا يعرف فيه مخالف ليحكى خلافه وقد ذكر الشيخ تقييدين في بعض كلامه أنه قال كنت أظن أن كل من قال إن الإجماع ينسخ إنما مراده المعنى الأول الصحيح بمعنى أن الإجماع كاشف لدليل النسخ لا أنه دليل بنفسه على النسخ قال ثم وجدت في كلام النظام ما يدل على قصده المعنى الثاني أن الأمة لو أجمعت على خلاف دليل فإن إجماعها حينئذ يكون ناسخا وهذا القول كما قال الشيخ هو قول في غاية الفساد إذ مآله إلى أن الأمة يجوز لها أن تبدل دينها وأن تغيره بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وهذا باطل ولكن كما قلت لكم كان يتأول للنظام ثم بان له أن للنظام كلام قريب الصريح في هذا المعنى وهو في غاية البطلان نعم يقول الشيخ الجمهور عرفنا كلمة الجمهور أن نتعلقها بالمسألتين والأقرب أن نتعلقها بالثانية دون الأول أن الإجماع لا ينسخ قوله لا ينسخ هذا الذي جزم به عامة أهل العلم ومعنى كونه لا ينسخ يعني بأنه إذا اتفقت الأمة في عصر من الأعصار على حكم شرعي ثم بعد انقضاء ذلك العصر جاء آخرون فأجمعوا على خلافه أن هذا لا يتصور أولا فإن وجد فإنه لا يكون ناسخا لا يتصور يعني يمنع منه عقلا ويمنع منه شرعا لكن إن وجد فلا يكون ذلك ناسخ ولا يمكن أن يكون ذلك لأنه يكون حينئذ تناقض في الحكم قوله لا ينسخ به أي لا ينسخ الإجماع نصا آخرا فلا ينسخ الكتاب ولا ينسخ السنة وإنما يكون كاشفا لوجود ناسخ لم يصلنا في بعض الأحيان وقد ذكرت لكم أن من الأمثلة على كونه كاشفا الأحاديث الأربعة التي أوردها الترمذي في سننه فقد ذكر الترمذي أن كل ما أورده في كتابه السنن أو الجامع أنه عليه العمل إلا أربعة أحاديث لم يعمل بها أحد من الفقه ومنها أن شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة يقتل ومنها أن من غسل ميتا فليغتسل ونحو ذلك من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أطالب الرجب في كتابه شرح العلل للترمذي في بيان هذا المعنى والزيادة عليها نعم وكذا القياس نعم قوله وكذا القياس أي وكذا القياس لا ينسخ ولا ينسخ به والمراد بالقياس هو قياس العلة وقياس الشبح وليس المراد بالقياس القياس الأولوي نبه على هذا المعنى ابن رجب فقال ليس مرادنا بالقياس الذي لا ينسخ ولا ينسخ به القياس الأولوي ومنه فحو الخطاب لمن سماه قياسا جليل عند من سماه قياسا جليل ومر معنا ذلك قبل درسين ومسألة النسخ بالقياس والنسخ به هذه من المسائل التي عبر عنها أبو البركات المجد بن تيمية بأنها من المسائل العظيمة وذلك أن فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله خالفوا في هذا المسألة بل قال أبو البركات إن الحنفية وغيرهم من الفقهاء يخالفون فيها فيقعون كثيرا في هذا الأصل فيعارضون بين قياس أحد النصين والنص الآخر وحينئذ يحكمون بأن القياس ناسخ للنص أو أن القياس منسوخ بالنص الآخر وهذا الكلام غير صحيح ولذلك يقول أبو البركات لما ذكر خلاف الحنفية قال والإمام أحمد يخالفهم بذلك بل هي طريقة عامة أهل الحديث رحمهم الله تعالى إذن عرفنا أن قوله وكذا القياس أن يشمل النسخ به وعدم النسخ وقول المصنف الجمهور قلنا يعود للمسألتين والخالفة في القياس هو عند الحنفية ووافقهم بعض الشافعية وبعض المالكية فقالوا إن القياس ينسخ وينسخ به وهذا غير صحيح لأن القياس دلالته ضعيفة والنص دلالته أقوى في المعنى وحينئذ فلا ينسخ ولا ينسخ ثم ذكر المصنف قولا ثالثا فقال طبعا القول الأول صرح به في قوله وكذا القياس والقول الثاني وهو أنه ينسخ وينسخ به مفهوم من قوله والجمهور مما يدل على أن قوله والقياس يدل على أن هناك قولا مقابلا فيه يرى عدم ذلك وأما الإجماع فقل قلنا إنه لا خلافة فيه إلا ما حكي عن نظام في الروضة ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا قوله وفي الروضة المراد بالروضة الروضة الأصولية لأن فقهاء الحناب لهم روضتان روضة فقهية وروضة أصولية والغالب إذا نقل عن الروضة في كتب الأصول فهو الروضة الأصولية وفي كتب الفقه الروضة الفقهية قوله وفي الروضة نقله عن أو نقل المصنف هذا القول عن أبي محمد بن قدامى وقد سبقه أبو الخطاب فإن أبو الخطاب يرى هذا القول كذلك ووافقهم كذلك الطوفي فإنه نصر هذا القول كذلك يقول وفي الروضة ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به القياس إذا كان قياس علة فإن مسالك العلة متعددة وسيمر معنا إن شاء الله ذلك بعد درسين فمن مسالك العلة النص ومن مسالك العلة مسالك عقلية كالسبر والتقسيم والدوران ونحوه فإن كان مسالك العلة التي كشفت بها علة القياس نصية فحينئذ يعامل القياس معاملة النص ومثلوا لذلك بمثال فقالوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن النبيذ لكونه مسكرا فهذا يدلنا على أن العلة الإسكار فيه فحينئذ نقول هذه علة منصوصة فهذه تكون علة منصوصة طيب كيف ينسخ به وينسخ هذا الحكم يقول لو أن الشارع قال حرمت الخمر المصنوعة من العناب لكونها مسكرة فهنا نص على العلة فقسنا على الخمر المصنوعة من العنب النبيذ المصنوعة من التمر فهذا هو المقيس عليه فلو فرضنا بعد ذلك أن الشارع قال أبحت نبيذ التمر فحينئذ هل نقول إن هذا النص نسخ القياس أم لا هذا مثاله وعكسه يكون القياس هو الناسخ بحيث لو تقدم الأول على الثاني أو تقدم الدليل الثاني على الأول فإنه يكون محيدا الناسخ هو القياس وقلت لكم أن هذه المسألة ذكر الشيخ تقييدين أنها مسألة كثيرة أو ذكر جد شيخ تقييدين هو بالبركات أنها مسألة عظيمة كثيرة الوقوع في كتب الفقهة وخاصة كتب الحنفية نعم فضل مسألة ما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان أو قبل ذلك قال نعم قال وإلا فلا أي وإن لم تكن العلة منصوصة بأن كانت العلة مستنبطة فلا ينسخ ولا ينسخ به هذا هو معنى كلامه نعم مسألة مسألة ما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان لا يجوز تعديده بعلة مختصة بذلك الوقت عند أصحابنا والشافعية خلافة للحنفية والمالكية نعم هذه المسألة من مسائل الدقيقة جدا والحقيقة أن هذه المسألة قد يرد فيها بعض الاستشكالات من جهات من جهة التصور ومن جهة التطبيق ومن جهة موضع المسألة في هذا الباب هذه المسألة متعلقة بالحكم العام أو المطلق إذا ورد ثم جاء المجتهد فخصه بعلة تخصه بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتعداه لزمن بعده فهل هذا التعليل الذي يؤدي لتخصيص الحكم بزمن النبي صلى الله عليه وسلم مؤجائز أم ليس بجائز هذه المسألة قد يكون في النظر الأول يكون أن المناسب الحديث عنها إما في العموم لأن اللفظ عام ثم خص بعلة تخصره على زمن الله وسلم كما أنه يحتمل أن تورد في باب القياس كذلك لأنها متعلقة بالتعليل ولكن المصنف هنا أوردها في باب النسخ وإراده لهذه المسألة في باب النسخ الأصل فيها ما ذكره بمفلح وبمفلح تبع فيها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وأظنه هو أول من أورد اقترح أن تورد هذه المسألة في باب النسخ فقد ذكر الشيخ تقيدي لما ذكر هذه المسألة قال ينبغي أن يذكر هذا في مسألة النسخ بالقياس قال ويسمى النسخ بالتعليل فإنه تعليل للحكم بعلة توجب رفعه وتسقط حكم الخطاب فأصبح هذا التعليل بمثابة النسخ ورفع للحكم إذن فإراد المسألة في هذا الموضع هو من اجتهاد الشيخ تقيدي وتبعه المصنف وتبعه قبل ذلك بمفلح الحكم إذا علل بعلة ثم زالت تلك العلة فإن لها ثلاثة أنواع لكي نعرف ما هي المسألة المبحوثة هنا الحالة الأولى أو خل نبدأ ب نقول إن الحكم الذي يزول بزوال علته نعم نقول له ثلاثة أنواع ندخل تقسيمين في تقسيم واحد الحالة الأولى أن يكون الحكم أن يكون زوال الحكم بزوال نفسه بزوال نفسه فحينئذ يكون نسخا لأن الحكم رفع بدليل آخر فزال نفس الحكم فحينئذ يكون نسخا والحالة الثانية أن يزول الحكم بزوال علته فهذه هي مسألة الباب وزوال العلة له صورتان الصورة الأولى زوال العلة مع القطع بعدم رجوعها وعودها وهو التعليل وهو تعليل الحكم بعلة لا توجد إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتجعله مختصا بها وهو مسألتنا هنا والحالة الثانية زوال الحكم بزوال علته التي قد تعود بعد ذلك قد تعود بعد ذلك مثل الحاجة ومثل الضعف أو القوة وظهور الدين غير ذلك من الأمور التي قد توجد في زمان وترتفع في زمان آخر وهذه لا تعلق لنا بها لأن التعليل هنا صحيح فيرتفع عند انتفاء العلة ويوجد عند وجودها وأما مقصود المسألة فهو زوال الحكم لا بنفسه وإنما بزوال علته التي لا يمكن أن تعود بعد ذلك لأن زوالها لأن تعليله بتلك العلة يقصره على زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذن عرفنا محل هذه المسألة في وضوحها على سبيل إجمال ثم سأشرح كلام المصنف على سبيل التفصيل هذه المسألة المتكلمون عنها قلة في الحقيقة وقد أطال عليه الشيخ تقي الدين في المسولة في موضعين وليس في موضع واحد وأطال إطالة كبيرة وقد ذكر في الموضعين الذين أطال فيهما في أحد الموضعين قال هذا أصل عظيم وفي الموضع الآخر قال هذا فصل كثير المنفعة وأنه أخذ فيما يظهر من كلامه أخذ كلام العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أخذه من تعليلاتهم ولم يأخذهم من تصريحهم بذلك كما هو يظهر من كلام الشيخ المسودة يقول الشيخ ما حكم به الشرع مطلقا أو في أعيان قوله ما حكم به الشرع يعني أن الشرع يأتي بحكم ثم إن ذلك الحكم ما يكون مطلقا أو في أعيان مع ما كونه مطلقا أي مطلقا في الأزمنة فيكون عاما في الأزمنة أو في الأحوال أو في الأمكنة إذن قوله ما حكم به الشرع مطلقا يشمى ثلاثة أشياء الإطلاق في الأحوال وفي الأزمان وفي الأمكنة وقوله أو في أعيان المراد به أن يحكم الشرع في عموم الأعيان فيكون ذلك من باب عموم الأشخاص فيكون ذلك من باب عموم الأشخاص وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن الأول أعلى من الثاني الحكم المطلق يكون أعلى من الحكم العام نبه على هذا الشيخ آتي ببعض الأمثلة أو نذكر الحكم ثم آتي بالأمثلة قال أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت يعني أن ما قدمه المصنف هو أنه لا يجوز تعليل ذلك الحكم بعلة لا توجد العلة إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أضرب أمثلة لما علل به من العلل الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دون ما عدها نبدأ أولا بما حكم به الشرع مطلقا قلنا مما حكم به الشرع مطلقا الإطلاق في الأزمنة مثل أن يأتي حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعلل بعلة تقتضي اختصاصه بزمن الشارع فقط دون ما عده ولا يتعدى ذلك لزمان آخر فيكون قاصرا على زمانه ومثل الإطلاق في الأحوال أن يأتي الحكم مطلقا فيدعي المجتهد اختصاصه بناء على العلة التي أوردها بحال من الأحوال الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا توجد بعده ومثل لذلك طبعا مثل لذلك ابن عقيل أن الحنفية لما جاءهم الحديث الذي ورد فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر وما يترتب على ذلك من أنها لا تباح إذا خللها الآدمي بفعله وقصده قالوا إن هذا النهي كان نهي تغليض لأجل التغليض في اجتناب الخمر قالوا وقد زالت هذه العلة باعتبار أن المسلمين قد تركوا شرب الخمر وقد استقر حكمها فحينئذ زال الحكم فقالوا إن الآدمي المسلم إذا خلل الخمر بفعله وقصده أبيحت فعللوا هذا الحكم في هذا الحديث بماذا عللوه بكونه خاصا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار عموم باعتبار الأطلاق في الأحوال فجعلوه خاصا بتلك الحال التي هو حال التغريض من الأمثلة ذلك قالوا ما كان عاما في الأمكنة فيخص بمكان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد بعده مثل أن يأتي حديث أبي سعيد وغيره في زكاة الفطر أنها من الأصناف الخمسة فيأتي فقيهم فيقول إنما قال نبي صلى الله عليه وسلم ذلك باعتبار أن المدينة التي كان فيها نبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتات الناس فيها إلا خمسة فقط وحينئذ فنقول إن كل ما يقتات في بلد فإنه يجز وهذه الخمسة لا تجزئ شف هذه الخمسة لا تجزئ إن لم تكن مقتاتة والمذهب والرواية الثانية لم يقولوا بذلك الرواية الثانية يقول يقاس عليه المقتات ولكن الخمسة مجزئة وإن لم تكن قوتا في بلد فهذا نفى الحكم بالكلية يقول لا يجزو إخراج الأقط ولا يجزو إخراج التمر ولا يجزو إخراج الشعير إذا لم تكن قوتا في تلك البلد وأغلب البلدان الآن التمر والشعير والأقط ليس قوتا عندهم أغلب البلدان العالم الإسلامي فحينئذ يقول لا يجوز أن تخرجها زكاة فطر فعطلوا الحكم لأنهم عللوه بعلة قاصرة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم قول المصنف عند أصحابنا هذا الذي أورده المصنف عند الأصحاب جزم به الشيخ تقي الدين وسبقه يعني لهذا الجزم ابن عقيل فيما نقله هو عنه قال والشافعية أيضا كذلك بناء على تعليلاتهم في هذه المسألة قال خلافا للحنفية أخذ هذا من كلام الحنفية كما قلت لكم في تعليلاتهم في مسألة التخذيل وغيرها من المسائل والحقيقة يعني على قصور من البحث لم أجد أنهم صرحوا بذلك وإنما استخدموا ذلك استخداما بل أني قد وقفت أن السرخس في أصوله قد صرح بخلاف ما نسب الحنفية هنا فإنه قال إن إثبات النسخ بالتعليل بالرأي لا يجوز وهذا صريح جدا بأن إثبات النسخ بالتعليل بالرأي من غير دليل يدل على هذا القصر لزمان أو مكان أنه ليس بجائز ومثله أيضا للمالكية كما ذكر المصنف إنه قد أخذه من تعليلاتهم نعم طبعا هذا القول إن ثبت عنهم فهو في غاية البطلان لا شك وإذاك يقول الشيخ تقييدين بعدما نسب هذا القول الحنفية والمالكية أو لبعضهم قالوا هذا عندي إصطلام للدين ونسخ للشريعة بالرأي ومآله إلى انحلال من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرعه بالرأي وهذا في غاية البطلان وذلك فالصواب أنه ليس قولا للحنفية والمالكية فإن مثل هذا الأصل في غاية البطلان وإنما يعني قد يقال علل به بعض الحنفية أو علل به بعض المالكية وهذا قد يكون أدق في التعبير مسألة الفحوى ينسخ وينسخ به خلافا لبعض الشافعية نعم شرع المصنف رحمه وتعالى فيما يتعلق بالمفاهيم فقال أولا الفحوى والمراد بالفحوى كما تقدم معنى هو مفهوم الموافقة قوله وقد تقدم معنى أيضا قبل ذلك نعم قلنا أن الفحوى هو مفهوم الموافقة وقد تقدم ما معنى كذلك أن فحوى الخطاب هي دلالة نطق في أحد قول أهل العلم وقيل إنها دلالة فهم وليست قياسا وذلك فإنها ينسخ وينسخ بها وكثير من أهل العلم يقول إنها دلالة نطق دلت عليه وقوله ينسخ أي ينسخ مفهوم الموافقة الأولوي وينسخ به الحكم وهذا قول أكثر أهل العلم كما ذكره المصنف وقد نصبه وقد نسبه ابن الجوزي لعامة أهل العلم قال إن عامة أهل العلم على أن الفحوى تنسخ وينسخ بها قال المصنف خلافا لبعض الشافعية فإنهم قد خالفوا في هذه المسألة وهذا بناء على أن بعض الشافعية قد يتوسع في تسمية فحوى الخطاب قياسا جليا فتكون داخل في القياس أنه لا ينسخ ولا ينسخ به والحقيقة الفحوى ليست قياس كما قلت لكم وإنما هي دلالة نطق إما بالنطق ذاته أو بمفهومه إنما هي دلالة لغوية إما بالنطق أو بمفهومه وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه كنسخ تحريم التأثيف لا يلزم منه نسخ تحريم الضرب ذكره أبو محمد البغدالي وعليه أكثر كناب بن عقيل خلافا للمقدسي هذه مسألة النسخ بالتبع يقول المصنف وإذا نسخ نطق مفهوم المخالفة قوله نسخ نطق أي نسخ حكم المنطوق قال فلا ينسخ مفهومه أي لا يلزم أن يكون مفهوم الموافقة لأن قوله مفهوم هنا مفهوم الموافقة الأولوي الذي هو الفحوى فلا ينسخ مفهومه ثم ضرب لذلك مثالا فقال كنسخ تحريم التأثيف لا يلزم منه نسخ تحريم الضرب في قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف مفهوم الموافقة أنه يحرم ضرب الوالدين لو نسخت الآية فأبيح التأثيف للوالدين لا نقول إنه نسخ تحريم الضرب فإنه ليس بلازم ليس بلازم نسخ تحريم الضرب وهذا ذكره قال ذكره أبو محمد البغدادي أبو محمد البغدادي هو الفخر إسماعيل أحد تلاميذ المجد بن تيمية وله كتب كثيرة في الأصول يرون أنها يعني يعني يقولون أنها جيدة أو نحو ذلك ما ذكروه في الثناء عليها قالوا عليه أكثر كلام بن عقيل صرح بن عقيل في ذلك في آخر المجلد الخامس من الواضح وهذا القول الذي قال إن عليه أكثر كلام بن عقيل ذكر الشيخ شمس الدين الزركشي المصري في شرح الخرقي أن هذا هو الأشهر من مذهب أحمد فقال إن نسخ الأصل لا يلزم منه نسخ الفحوى هذه الأمثلة أو المثال ذكرها المصنف لها أمثلة أخرى أيضا بعضها فرضية وبعضها واقعيا صح التعبير بالواقعية أما الفرضية فهما ذكره الطوفي قالوا لو أنه أو نقول ابتداءً وردنا النهي أنه لا يقضي القاضي وهو غضبان فحوى الخطاب منه أنه لا يقضي القاضي وهو جائع ونحو ذلك من الأوصاف التي تفقده كمال الإدراك فلو فرضنا أنه نسخ النص الشرعي فأبيح القضاء حال الغضب فإنه لا يلزم أن ينسخ الفحوى هذا مثال لكن المثال الذي قد يكون أكثر واقعية وله ثمر فقهية وهو ما ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما ذكر قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد يوم القيامة بقاع قرقر تطأه الشات بظلفها وتنطحه البقرة بقرنها ليس فيها جماء ولا مكسورة القرن فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم وما حقها قال إطراق فحلها وإعارة دلوها وحلبها على الماء وحملها والحمل عليها في سبيل الله هذه الأوصاف الأربع كانت واجبة ثم بعد ذلك نسخت بوجوب الزكاة فلا حق في المال واجب بعد ذلك إلا الزكاة استدل بعض الفقه وهو الشيخ الشمس الدين الزركشي قال إن هذا الوعيد العظيم لما كان في هذا الحق فإنه يثبت في الزكاة من باب أولى فيكون من باب الفحوى فلما نسخ المنطوق نقول بقي الفحوى فيجوز أن نستدل بهذا الحديث لمن منع الزكاة مع أن الحديث ليس في الزكاة فنستدل به في الفحوى وهذا يعني أجود من الثمراء جميع الأمثلة يريدها الفقهاء فإن أغلب الأمثلة يريدها الفقهاء قد لا تكون يعني هي فرضية إذا نسخ اللفظ لكن هذا قد يكون صريحا فيه نعم قول مصنف خلافا للمقدسي المراد بالمقدسي هو الموثق رحمه الله تعالى فقد جزم بذلك في الروضة واتبعه الطوفي أبو سليمان وهذا هو القول الثاني ومعنى هذا القول أو مؤده أنه يلزم من نسخ المنطوق أن ينسخ الفحوى وهو مفهوم الموافقة لأن الفحوى تابعة للمنطوق والتابع تابع فإذا نسخ الأصل نسخ تابعه نعم وإذا نسخ حكم أصل القياس تابعه حكم الفقه عند أصحابنا والشافعية خلافا لبعضهم نعم قول مصنف نسخ حكم أصل القياس قوله نسخ حكم أصل القياس أي حكم المسألة المقيس عليها فقوله أصل القياس أي حكم المسألة المقيس عليها معنى هذه المسألة أنه إذا ثبت حكم في عين من الأعيان بعلة معينة سواء كانت العلة منصوصة أو كانت مستنبطة ثم قيس على هذا الحكم شيء ما فرع أو فروع متعددة فإنه يثبت للفرع حكم الأصل نقول إذا ورد النص بنسخ المقيس عليه الذي سماه المصنف أصل القياس فإذا نسخ المقيس عليه فإن الفروع المبنية عليه والمقيسة عليه كلها تكون منسوخة لأنه من باب التابع ولا شك أن الفرع لا يستقيم إلا بأصله فهناك فرق بين الفحوة وفرق بين القياس فالقياس إذا نسخ الأصل نسخ الفرع وأما الفحوة فإذا نسخ اللفظ وهو الأصل لا يلزم منه نسخ الفحوة وهي التابعة له لأنها معنى مستقل بذاته وقد أورد المصنف في هذه المسألة قولين بدأ بالقول الأول قال تبعه حكم القياس أي أن الحكم في الفروع المقيسة على هذا الأصل كلها تبطل وتكون منسوخة بالناسخ الأول ولا تحتاج إلى دليل آخر ينسخها قال عند أصحابنا أي أصحاب الإمام أحمد وقد جزم بهذا كثير من أصحاب الإمام أحمد منهم القاضي وكثير من تلامذته كأب الخطاب وابن عقيل ومن من جزم به أيضا الشيخ تقي الدين وغيره قال والشافعية جزم به جماعة من الشافعية بل قد أورد ابن السبكي في الأشباه والنظائر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر وجعلها من باب القواعد الفقهية وبنى عليها فروعا كثيرة أوردها هناك فقد أورد نحو من عشرة فروع أو أكثر قول مصنف خلافا لبعضهم أبهم المصنف المخالفون في هذه المسألة والخلاف في هذه المسألة أن نسخ أصل القياس لا يلزم منه نسخ الفرع المقيس عليه وهؤلاء الذين أبهمهم المصنف سبوا إبهامه للتردد فيهم ومن هم الذين قالوا هذا القول فقد نسب القاضي أبو يعلى في العدة وابن السبكي في الأشباه وغيرهم هذا الخلاف للحنفية وذكر أن الحنفية بعمومهم يقولون أنه إذا نسخ أصل القياس بقي حكم الفرع كذا نسبه للحنفية والحقيقة أن نسبته للحنفية فيه نظر فقد جزم كثير من الحنفية بخلاف ذلك بل قال في مسلم الثبوت يقول بهذا النص إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع يعني وفاق للجمهور ثم قال وقيل يبقى ونسب للحنفية يعني أنه أغلب كتب الحنفية لا يوجد فيه هذا القول نسبه من الشافعية والحنابل لهم ولذلك فإن بعضا من الفقهة كابن عقيل نسب هذا القول لبعض الحنفية ولم ينسبه لجميعهم والعلم عند الله عز وجل أهم يعني قال به أحد منهم أم لا هذا ما يتعلق المذاهب التي نسبت لهم من قال بهذا القول من أصحاب أحمد ممن قال بهذا القول أبو يعلى في آخر العدة في المجلد الرابع فقد ذكر في باب القياس من باب الاستطراد والرد على مخالف في مسألة أنه لا يمتنع عندنا أن يبقى الحكم في الفروع مع نسخ حكم الأصل فذكر على أن ذلك لا يمتنع مع أنه صرح في باب النسخ تصريحا أن ذلك يرتفع حكم الفرع إذا نسخ حكم الأصل ولذلك فقد نسب المرداوي لأبي يعلى هذا القول والصواب أن أبا يعلى لا يرى هذا القول وإنما هو عنده لا يمتنع عقلا وليس الامتناع الشرعي وهذا هو الصواب لتصريح لكي نجمع بين كلامه الأول والثاني طبعا ما هي ثمر خلاف هذا المسألة قلت لكم أن ابن السبكي أو ردنا مسائل كثيرة نسيت عددها الآن لكن ينبني عليها مسائل كثيرة ذكر بن عقيل أن من أهمها مسألتان المسألة الأولى أن هذا الأصل استدل به بعض الحنفية على جواز شرب النبيث ووجه ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث ابن مسعود أنه توضأ بالنبيث فلما توضأ بالنبيث يدلنا على أنه طهور وما كان طهورا فإنه يجوز شربه ثم إنه نسخ شرب الوضوء بالنبيذ فلا يصح الوضوء إلا بالماء غير المتغير فنقول طبعا الحنفي يقولون فيقولون إن الأصل نسخ وبقي حكم الفر وهذا طبعا استدلال حتى على أصلهم غير صحيح إن سلمنا بهذا القاعد على قولهم وذلك أن النبيذ الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد به النبيذ الذي يذهب كثيره العقل وإنما المراد بالنبيذ الذي تغير بعض طعمه بانتباذ تمري فيه فذهبت المرورة التي توجد في المياه العادة فإن بعض المياه وبعض الآبار تكون فيها مرورة فكانت العرب وإلى عهد قريب يجعلون فيه نوعا من التمر ليذهب مرورته فيسهل أو فيطيب شربه فهذا هو النبيذ لا أنه نبذى ثلاثة أيام فأكثر حتى ذهب حتى تغير أثره أيضا استدلوا بهذا الأصل على صحة الصيام الواجب لمن لم ينوه إلا نهاره وقد ذكروا أن النبي صلى الله أرسل لبعض من في أطراف المدينة أن يمسكوا يوم عاشورة في نهاره ولم يأمرهم بالقضاء قالوا فنسخ حكم وجوب صيام عاشورة لكن بقي الفرع الذي استنبطناه منه وهو أننا قسنا على ذلك كل صوم واجب ومنه صوم رمضان ومنه صوم المندور المعين أو المطلق فقسناه عليه فنقول إن القياس يقولون لا ينسخ حكمه بنسخ أصله نعم مسألة لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقه نعم هذه المسألة يقول فيها المصنف في أولها لا حكم للناسخ مع جبريل يعني أن الدليل الناسخ إذا بلغاه الله عز وجل جبرائيل عليه السلام ولم يبلغه جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا حكم له بمعنى أنه لا يترتب عليه أي أثر مطلقا وقول المصنف اتفاقا هذا الاتفاق قال ابن عقيل لم أسمع فيه خلافا وقد جزم بأنه اتفاق ابن مفلح والمرداوي والمصنف هنا وغيرهم وابو البركات كذلك نعم وما ذهب الأكثر لا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف نعم هذه مسألة ثانية وهي إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الناسخ أو الحكم الناسخ بلغ الحكم الناسخ سواء بلغ عن طريق جبرائيل أو سفاحا كما يعني في ليلة الإسرائيل والمعراج نعم كما في ليلة الإسرائيل والمعراج يقول المصنف ومذهب الأكثر يدلنا على أن المسألة فيها خلاف لا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف وهذا القول الذي نسبه المصنف الأكثر هو قول جماهير أهل العلم وجزم به أكثر أصحاب إمام أحمد كالقاضي وأبو الخطاب وبن عقيل وأبو البركات ونسبه أبو البركات لأصحاب أحمد وقال القاضي إنه ظاهر كلام أحمد لأنه أخذ بقصة أهل قباء لما بلغهم وينبني على هذا القول أنه لا حكم لأنه لا يثبت حكم النسخ في حق من لم يعلمه ويترتب على ذلك مسائل أشار إليها الموفق في المغني ثم قال المصنف وخرج أبو الخطاب لزومه هذا القول الثاني وذلك أن أبو الخطاب ذكر أنه يتوجه على المذهب أن يكون نسخا فقوله ويتوجه يعني تخريج منه بذلك يقول أبو الخطاب ويتوجه على المذهب أن يكون نسخا لأنه قد قال في الوكيل يعني قال أحمد في الوكيل أنه إذا عزله من غير أن يعلم العزل وقال شيخنا في موضع يعني يقصد القاضي إن حكم الخطاب يلزم المعدوم ومن لم يوجد وهذا معنى قوله وخرج أبو الخطاب لزومه أي لزومه للمكلفين ولو لم يعلموا به وقاسه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل يعني أن أبو الخطاب قاس هذه المسألة على مسألة الوكيل إذا عزله الموكل فإنه ينعزل بعزله وإن لم يعلم الموكل الذي هو الوكيل وإن لم يعلم الموكل بالعزل وحينئذ فلا ينعقد منه أي عقد وكل فيها وإن كان غير عالم بذلك قال فكذلك هنا إذا بلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه للمكلفين فإن المكلفين إذا فعلوا هذا الفعل فإنه لا يقع منهم لعدم تبليغهم قالوا والجامع بين الوكيل وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منهما تصرفه متعلق بالإذن فالوكيل لا يصح تصرفه إلا بالإذن والنبي ما كان له أن يبلغ شيئا إلا بإذن ربه جل وعلا ثم قال المصنف فرق الأصحاب بينهما الضمين في قوله بينهما أي بين مسألة الباب وبين مسألة انعزال الوكيل قبل علمه وقد ذكر أبو البركات أن القاضي أبا يعلى وابن عقيل قد فرقوا بين الوكيل وبينه بفروق جيدة بفروق جيدة فمن هذه الفروق التي فرقوا بها وهو تفريق ابن عقيل قال إنه ما كان من حقوق الآدميين فإن فيه فرقا بينه وبين حقوق الله عز وجل فإن حق الله عز وجل يترتب عليه الثواب والعقاب وترثيب الثواب والعقاب ينبني على العلم ينبني على العلم وأما حق الآدمي فإنه يتعلق به الغرم يتعلق به الغرم وهذا لا يختلف يعني على أحد الروايتين بالعلم والجهل نعم مسألة العبادات المستقلة ليست نسخة وعن بعضهم صلاة سادسة النسخ نعم هذه المسألة من المسائل المهمة جدا في أصول الفقه وهي من المسائل الكبار حقيقة بين الجمهور وبين الحنفية وهذه المسألة هي التي يسميها الأصليون بمسألة الزيادة على النص وهي هل الزيادة على النص تكون نسخا للنص أم ليست نسخا له والحقيقة أن صعوبة هذه المسألة في كثرة أقسامها فإنها ليست قسما واحدا أو صورة واحدة وإنما هي صور متعددة ويرد الإشكال على كثير من طلبة العلم في مسألة الزيادة على النص لظنهم أن حكما واحدا فيها أهو نسخ أم ليس بنسخ وذلك يجب أن نفرق بين الأحوال وقد فرق المصنف بينها فنذكر بعضا مما ذكره المصنف نبدأ أولا فنقول إن الزيادة تكون نوعان إما زيادة مستقلة وإما تكون زيادة غير مستقلة وغالب الزيادة على النص تكون في العبادات ولذلك عبر المصنف بمسألة العبادات وإلا فإن هذه المسألة ترد أيضا في الحدود والعقوبات وترد أيضا في الكفارات كذلك وترد في غيرها لكن عبر بالعبادة لأنه الأغلب والأكثر نعم نرجع لتقسيم نقول إن العبادة أو إن المزيد عليه نعم والمزيد نوعان فقد يكون المزيد على المزيد عليه مستقلا عنه وقد يكون غير مستقلا عنه بدأ المصنف أولا بالحديث عن الزيادة المستقلة فقال العبادات المستقلة ليست نسخا فيقول المصنف إن الزيادة إذا كانت مستقلة عن المزيد عليه فإنها لا تكون نسخا ومع كونها مستقلة أي أنها لا تتعلق به فلا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه بل تكون مستقلة فليست جزءا منه ولا شرطا له ليست جزءا ولا شرطا طيب قول المصنف العبادة المستقلة ليست نسخا أيضا لنقسم العبادات المستقلة التي هي الزيادة المستقلة وقد أورد المصنف حكم القسمي فنقول إن الزيادة إذا كانت مستقلة فلها حالتان أن تكون الزيادة من غير جنس المزيد عليه مثل أن يشرع الله عز وجل صلاة ثم يشرع بعد ذلك صياما فالصيام عبادة مستقلة وهي ليست من جنس المزيد عليه فهذه بإجماع ليست بنسخ لا خلافة فيها لا خلافة فيها مطلقا الحالة الثانية أن تكون الزيادة المستقلة من جنس المزيد عليه من جنس المزيد عليه الذي مثل له المصنف في الجملة الثانية وفي قوله وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ فلو أن الله عز وجل أوجب علينا خمسا ثم بعد ذلك أوجب علينا سادسة صلاة سادسة فهل زيادة الصلاة السادسة يكون نسخا لإيجاب الخمس جماهير أهل العلم أنها ليست بنسخ وذكر المصنف عن بعضهم والمراد ببعضهم هؤلاء قول لبعض العراقيين ولم يسمى قالوا قاله بعض العراقيين ولم يسمى إنها تكون نسخا وخلافهم هذا يعني ضعيف جدا بل قد حكى أبو الوفى بن عقيل في الواضح أن المذاهب لا تختلف بأن الزيادة إذا كانت مستقلة عن المزيد سواء كانت من جنسه أو من غير جنسه أنها لا تكون نسخا فقد حكي نفي الخلافي في مقابل قول هؤلاء البعض العراقيين إذن عرفنا الآن القسم الأول بصورته القسم الأول هو أن تكون الزيادة مستقلة عن المزيد عليه ومعنى كونها مستقلة أي ليست شرطا ولا جزءا وعرفنا أن الزيادة المستقلة لها صورتان الصورة الأولى أن تكون من غير جنس المزيد عليه فهذا بإجمع لا خلاف فيه ليست نسخا وإما أن تكون من جنسه كزيادة صلاة سادسة فعامة أهل العلم وحكي إجماعا أنها ليست بنسخ وخالف بعض العراقيين كما ذكروا ذلك ثم بدأ المصنف فيما سيقرأه القادة بعد قليل في الحديث عن الزيادة غير المستقلة الزيادة غير المستقلة تفضل وأما زيادة جزء مشترط أو زيادة شرط أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة فالأكثر ليس بنسخ نعم شرع المصنف في الحديث عن الزيادة غير المستقلة وقد فصل المصنف صورها فذكر ثلاث صور وهي زيادة جزء من العبادة فقال وزيادة جزء مشترط وسأشرح الجملة بعد قليل والصورة الثانية قوله أو زيادة شرط أي شرط للصحة أو الإجزاء ونحو ذلك قال أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة والثالث سنتكلم عنها في الخلاف الذي سيريده المصنف قال فالأكثر ليس بنسخ بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة الزيادة غير المستقلة وتكون الزيادة غير مستقلة بأحد ثلاثة أمور إما بأن تزيد جزءا وذلك الجزء مشترط للصحة وذلك قال زيادة جزء مشترط فيأتي النص ثاني بزيادة جزء في العبادة يكون لازما فيها يكون لازما فيها بحيث أنه إذا لم يؤتى بذلك الجزء فإن العبادة لا تصح إذن فقوله جزء مشترط أي مشترط لصحتها وليس لتكميلها فقط مثال ذلك أنه قد فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر قالت عائشة ثم زيدت في الحضر ركعتين فقولها ثم زيدت أي شريعة في الحضر ركعتين هل يكون نسخا أم ليس بنسخ هذه هي المسألة في مسألة زيادة جزء مشترط هل هو نسخ أم ليس بنسخ الأمر الثاني أو الصورة الثانية قال أو زيادة شرط زيادة الشرط يعني زيادة شرط من شروط العبادة التي يعلق صحة العبادة عليها وذلك مثل اشتراط الطهارة واجتناب النجاسة بعدما لم تكون مشترطتين فإنه في هذه الحالة تكون كذلك من أمثلتها قالوا لو أن الرقبة لم يكن يشترط فيها صفة معينة كالإيمان مثلا أو السلام من العيوب ثم جاء دليل بعد ذلك باشتراط هذه الصفة فهل يكون ذلك نسخا أم ليس بنسخ هذه الصورة الثانية بالنسبة لزيادة ترفع المفهوم سأرجع له بعد قليل قال المصنف فالأكثر المراد بالأكثر أي الأكثر من جماهير أهل العلم أكثر جمهور أهل العلم على أنها ليست بنسخ ومعنى كونها ليست بنسخ يعني أنها إنما هي تبين فتكون من باب البيان للنص أو التخصيص للواجب قال خلافا للحنفية وهذا القول قول الحنفية هذا يعني ذكر البرماوي أنه اختاره بعض أصحابه من الشافعية وادعى أنه مذهب الشافعي وهذا ليس كذلك بل الصواب أن مذهب الشافعي مع الجمهور خلافا لما نسب هنا للحنفية ثم قال المصنف وقيلة انتبه معي في هذه المسألة لأن هذا الذي وعدت بالرجوع إليه قال وقيلة الثالث نسخ قوله وقيلة الثالث المراد بالثالث هو الصورة الثالثة من الزيادة غير المستقلة وهو قوله زيادة ترفع مفهوم المخالفة أي أن الزيادة إذا رفعت مفهوم المخالفة كانت نسخا وإذا لم ترفعه فليست بنسخ وأما زيادة شرط أو زيادة جزء فإنها ليست بنسخ هذا مؤدى القول الثالث وهي قول لبعض أصحاب الإمام أحمد والمرزوم به في هذه المسألة ما قدمه المصنف وذلك قال الشيخ تقي الدين في المسودة والصواب إطلاق عدم النسخ في الثلاثة وأنها ليست نسخا نعم مسألة نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخا لجميعها عند أصحابنا وأكثر الشافعية خلافا للغزالين نعم هذه المسألة عكس السابقة فإن السابقة هي الزيادة عن النص وهذه المسألة هي النقص من النص طبعا فقط هنا فائدة من أحسن من كتب عن مسألة الزيادة بعلمي من المعاصرين هو الشيخ عمر عبد العزيز وهو من علماء الأكراد في العراق وكان مدرسا في المدينة ألف كتاب جميلا عن الزيادة عن النص والنقص منه وهو أحسن من كتب عنه وقد حرر كثيرا من التقاسيم في هذه المسألة وهذه المسألة صعوبتها إنما هي في أقسامها فليست صورة واحدة وإنما أقسامها كثيرة وقد اختصرت في آخر أقسامها لأجل ضيق الوقت نعم بدأ المصنف هنا في الحديث عن مسألة النقص من النص عكس السابقة وقبل أن نبدأ هنا بس مسألة تحرير محل الخلاف معنى النقص من النص أو قبل تحرير محل الخلاف نبقى معنى النقص من النص هو أن يكون النص الأول قد أوجب شيئا ثم جاء نص آخر بعده فأسقط بعض الواجب وقد يكون بعض الواجب جزءا منه وقد يكون شرطا له فإسقاط شرط كان واجبا أو جزءا من أجزائي الواجب هل يكون نسخا للكل أم لا لتحرير محل النزاع نقول أولا إن النص الثاني نسخ هنا باتفاق للجزء الذي أسقط فهو نسخ للجزء الذي أسقط وأما غير المسقط فهو الذي سنأتي نتحدث عنه بعد قليل هذا واحد ثانيا أننا نقول إذا كان النص الثاني نقص مسنونا لا واجبا فقد حكب نقاض الجبل الاتفاق على أنه ليس بنسخ إجمع أنه ليس بنسخ هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة هي التي سينقلها المصنف بعد قليل في آخر المسألة عن أبي البركات وهو أنه إذا كان النقص لشرط منفصل إذا كان النقص لشرط منفصل فإنه ليس بنسخ وعلى ذلك فيبقى محل النزاع في الجزء وفي الشرط المتصل وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف بدأ المصنف في المسألة فقال نسخ جزء العبادة مر معنا أن معنى نسخ جزء العبادة يعني أنه يوجب الشارع عبادة ثم يأتي نص آخر بعده متراخن عنه فينسخ جزءا منه قلنا باتفاق أن المسقط منسوخ لكن الباقي هل يكون منسوخا كذلك أم لا يعني لو أن الصلوات أربع ثم جاء الحكم بإسقاط ركعة فهل يكون هذا نسخا أم ليس بنسخ نعم قال نسخ جزء العبادة أو شرطها يعني شرط العبادة سواء كانت متصلة أو منفصلة في ظاهر الكلام وسيأتي بعد قريب قال ليس نسخا لجميعها وإنما يكون نسخا لما نقص منها فقط دون ما عدا ولا يكون نسخا للباقي قال عند أصحابنا يعني أصحاب الإمام أحمد جزم به أغلب أصحاب الإمام أحمد كالقاضي وبالخطاب وبالعقيل وأبو البركات أو أبو البركات وبالمفلح وبالحافظ والمرداوي وغيرهم قال وأكثر الشافعية على هذا القول ثم قال مصنف خلافا للغزالي فإن الغزالي قال إنها تكون نسخا للكل نسخا للكل واختار قول الغزالي ابن قاض الجبل فقد قال ابن قاض الجبل في كتابه في الأصول التحقيق أنه نسخا لعدم الإجزاء بالاقتصار عليها دونها وهو مستفاد من الشرع وكذلك الشرط قال الشيخ وعند عبد الجبار نسخا بنسخ جزئها أي دون نسخ الشرط فإن نسخ الشرط المنفصل والمتصل لا يكون نسخا فوافق الجمهور في نقص الشروط ولم يوافقهم في نقص الأجزاء ثم قال الشيخ في باب تحليل محل النزاع نعم قال أبو البركات الخلاف في شرط متصل كالتوجه فأما المنفصل كالوضوء فليس نسخا لها إجماعا نعم قال قال أبو البركات الخلاف في شرط متصل كالتوجه أي كالتوجه إلى القبلة فإن التوجه إلى القبلة شرط للصلاة ولكنه متصل بها فلابد عند افتتاح الصلاة أن يكون متجها للقبلة فحينئذ هذا الذي فيه الخلاف قال فأما المنفصل كالوضوء لو أنه أسقط وجوبه فليس نسخا بإجماع هذا كلام أبو البركات مع أن ظاهر كلام الغزالي خلاف ما ذكره هو بالبركات الحقيقة أن ظاهر كلام الغزالي فإن الغزالي في المستصفة لم يفصل وإنما جعل الجزء والشرطة والشرطة سواء ولم يفصل بين أنواع الشروط المتصلة ومنفصلة نعم مسألة قال أبو البركات يجوز نسخ جميع التكاريف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائل أهل الحديث خلافة للقدرية نعم هذه المسألة تشمل أمورا من هذه الأمور التي أدل على المسألة أوردها المصنف وقرأها القارئ أنها تفيدنا أن النسخ متعلق بالتكليفات دون الأخبار فإن الأخبار لا تنسخ وتقدم معنا الحديث عنها الأمر الثاني أن هناك أشياء لا يجوز نسخها الأمر الثالث أنه يجوز نسخ جميع التكليفات غير ما لا يجوز نسخها يقول المصنف قال أبو البركات هذا القول الذي اختصره المصنف من كلام أبو البركات أخذه أبو البركات بمعناه من ابن عقيل تماما أخذ المضمون والمعنى أخذه من ابن عقيل وأبو البركات كان معجبا جدا بكتاب ابن عقيل الواضح وأثنى عليه ثناء عاطرا غاية الثناء وقال إن فيه ما لا يوجد في غيره فأبو البركات كان معجبا بهذا الكتاب وهو الواضح ولذلك فإن كثير من آرائه والمسائل التي أوردها أخذها من الواضح قوله يجوز المراد بالجواز الجواز العقلي فالنزاع الذي يعني يوجد بين القدرية والجمهور أو العامة أهل العلم إنما هو في الجواز العقلي وأما الوجود الشرعي فقد ذكر جماعة من أهل العلم أن هذا غير موجود لا يوجد مطلقا نسخ لجميع التكاليف نعم قال يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله هذه الجملة استفيد منها أمرين الأمر الأول أن معرفة الله عز وجل لا يجوز نسخها مطلقا وهو التوحيد الله سبحانه وتعالى والعلة في ذلك قالوا لأنه إذا أوجب معرفة الله عز وجل ثم نسخت فإن النسخ يكون بالنهي اعرف الله عز وجل ثم يقول لا تعرفونه وهذا غير ممكن لا يمكن أن يأمر الله عز وجل بالشرك إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك وهذا معنى استثنائه سوى معرفة الله وما على ذلك من التكاليف كالصلوات وغيرها فإنه يجوز نسخها بحيث لا يبقى واجبا على العبد إلا معرفته الله عز وجل وهو التوحيد المراد بالمعرفة هنا التوحيد فتشمل الربوبية وتشمل الألوهية كذلك لأنه من لوازمة لأنه من لوازمة قال على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث خلافا للقدرية وهذا الأصل الذي أورده المصنف هو الذي وضحه من عقيل وهو مسألة الاستصلاح الاستصلاح وهل تبنى الأحكام على المصلحة أم لا وقوله خلافا للقدرية قالوا لأن القدرية يقولون إن الأحكام التكلفية مصالح والمصالح لا يجوز رفعها فهذا من باب الإيجاب بعد الاستصلاح من باب الإيجاب طبعا يقول العلماء إن هناك أحكاما لا تنسخ في أي شريعة من الشراء وذكروا من هذه الأحكام المحرمات الأربع المذكورة في الأعراف في قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فهذه المحرمات الأربع هي أعظم المحرمات وقيل إن عظمها يأتي من جهتين الجهة الأولى أنها لا تنسخ والجهة الثانية أنها موجودة في جميع الشرائع والجهة الثالثة التي ذكرناها في الدرس الماضي أنها غير مخصصة فلا تجوز بحال فليس لها استثناء فيذلك هذه أشد المحرمات الأربع وقيل هناك غيرها أيضا لكن هذه منها نحن فضاش السألة لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي نعم شرع المصنف في هذه المسألة وهي من أهم المسائل في الحقيقة من حيث الثمر في معرفة ما الذي يعرف به القياس فقال أولا لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي هذا القول أو هذه الجملة جزم بها ابن عقيل في كتاب الفنون وتبعه جماعه منه المصنف والطوفي وغيره نعم العقلي هو الذي يعرف بداهة النظر كالضروري وغيره وأما القياسي فهو الذي يحتاج إلى نظر بل بالنقل المجرد نعم قوله بل بالنقل المجرد وهو أحد الأمرين الذي يعرف به لأن النسخ لا مدخل للأدلة العقلية فيه ومن النقل المجرد نص النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فإن هذا على أن شيء أنه منسوخ فهذا من باب النقل المجرد أو المشوب باستدلال عقلي قال أو المشوب باستدلال عقلي أي يكون نقلا لكنه مشوب باستدلال عقلي كأن يأتي حديثان متعارضان ولا يمكن اجتماعهما في محل واحد فيأتي المجتهد فيقدم أحد الدليلين على الآخر ثم يعل ذلك بأنه منسوخ ويعلل هذا النسخ ببعض الأدلة العقلية التي تدل على تقدم أحد الحديثين على الآخر وتأخر الثاني وغير ذلك من المعاني ثم أورد المصنف فيما سيقرأه القاهر بعد قليل بعضا من الأمور التي تدل على النسخ فقال كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ قوله كالإجماع الكافنة باب التشميه لأن ما يعرف به النسخ أمور كثيرة وليست على سبيل حصلة أوردها المصنف وإنما هي أمثلة قوله كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ اعتبار الإجماع كاشف هذا الذي سبق الحديث عنه فالإجماع يعرف به النسخ لا أنه هو النسخ هذا هو المعنى وممن جزم بأن الإجماع طريق لمعرفة النسخ كثير من أهل العلم منهم ابن البنة في رسالته المختصرة في الأصول ومنهم ابن البنة الميدة القاضي ومنهم الطوفي وكثيرون أيضا نبهوا هذا أو بنقل الراوي نحق خصى لنا في المتعة ثم نهينا عنها قال أو بنقل الراوي هذا هو السبب الثاني أو الطريق الثاني بنقل الراوي المراد بالراوي هنا هو الصحابي بأن ينقل أن الحكم منسوخ بتصريحه بأن الحكم نسخ أو ينقل الراوي أنه أذن لنا بكذا ثم منعنا منه ومثل لذلك المصنف بقول الراوي رخص لنا في المتعة والمراد بالمتعة هنا متعة النساء وليست متعة الطلاق لأن متعة الطلاق ما زالت محكمة لم تنسخ وهي التي في القرآن قوله ثم نهين عنها أي ثم نهين عن هذه المتعة وهذا اللفظ الذي أورده المصنف إنما هو من باب المعنى وليس من باب النص هكذا ورد فقد جاء بهذا المعنى في كثير من الأحاديث عن علي رضي الله عنه وعن غيده من أهل العلم أنهم قالوا أو ذكروا ما يدل على أنه رخص ثم نهين عنه أو بدلالة اللفظ نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها قوله أو بدلالة اللفظ أي يعرفوا النسخ بدلالة لفظ الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على النسخ وهذا الطريق يسميه بعض أهل العلم بدلالة النطق أي منطوق الحديث ومثله المصنف بقول نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فقوله فزوروها هذا أمر بعد حضر فيدل على نسخ حكم الحضر المتقدم وهذه أمثلته كثيرة جدا في القرآن وفي غيره فمن أمثلته في القرآن قول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فبين أنه يعني تخفف خفث الأمر وتغير ومنه قول الله عز وجل فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن فدل ذلك على أن هذا جائز بعدما كان محرما أو بالتاريخ نحو قال سنة خمس كذا وعام الفتح كذا نعم أي ويعرف النسخ نسخ الحكم عن طريق معرفة تاريخ أن الصين قال نحو قال سنة خمس كذا وفي عام الفتح قال كذا أو فعل كذا وتعلمون أن عام الفتح متأخر كان في السنة الثامنة في مقيل وهذا كثير جدا وخاصة في في القرآن عندما يتعارض عند بعض العلماء آيتان فتكون إحدى الآيتين مدنية والأخرى مكية فيحكمون بأن الآيات المدنية تكون ناسخة للآيات المكية وعبرت بوجود هذا التعارض لأن كثيرا من الناس قد يتوسع في هذا الباب وهو ليس كذلك قد ذكرت في أول حديث عن نسخ يعني مما استدل به على هذه المسألة قالوا مثلا إن الأحاديث التي يرويها متأخر الصحابة إذا عارضت الأحاديث التي قالها نبه وسلم في صدر الإسلام فإن أحاديث المتأخرين تكون ناسخة مثل جرير بن عبد الله البجلي ومثل أبو هرير رضي الله عنهما وإن كان أبو هرير رضيه عن غيره كذلك وإذا قد يورد وينقل أحاديث منسوخة لكن نقوم مثل جرير بن عبد الله البجلي ودائما كان العلماء يعجبهم أحاديث جرير لأنه كان متأخر الإسلام وقد أورد أحاديث عليها مدار الدين وهي من عمومات الأحكام فمثل هذا نقول إن هذه أحاديث متأخرة فيحكم بأنها هي الناسخة إن إن حكم بالتعارض نعم أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام راوي الثاني نعم ويعرف بنسخ الحكم بكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الثاني مثل ما جاء أن حمزة أو مصعب بن عمير رضي الله عنهما أو سعد بن معاذ رووا حديثا ونقل عنهم ثم إن أحد الصحابة بعد وفاتهم أسلم وكان إسلامه بعد وفاتهم فنقل حديثا فنقول إن حديث الثاني متأخر الإسلام مقدم على حديث أولئك لأنهم ماتوا قبله طبعا مثلوا لهذا يعني مثل له القاضي أبو يعلى ويحتاج إلى مراجعة بأن طلق ابن علي نقل عنه بس الله سلم أنه قال لا وضوء من مس الذكر وجاء حديث وجوب الوضوء من مس الذكر وهذا الحديث روي في بعض طرقه من حديث أبي هريرة يقول القاضي أبو يعلى وخبر أبي هريرة متأخر لأن أبا هريرة أسلم بعد وفاة طلق ابن علي وقبل وفاة النبي بأربع سنة فهنا استدلل القاضي أبو يعلى بهذه القاعدة على نسخ حديث لا وضوء من مس الذكر نعم وإن قال الصحابي هذه الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر بما نسخت نعم إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة وهو كثير وخاصة عند ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا قال هذه الآية منسوخة له حالتان إما أن يذكر الآية التي نسخته وإما أن يقول منسوخة ويسكت فإن قال فإن ذكر الآية التي نسخته فهذه لها حكم مختلف وأما إن لم يذكر ذلك فهو الذي تكلم عنه مصنف فقال وإن قال الصحابي هذه الآية منسوخة لم يقبل أي لم يقبل منه ذلك حتى يخبر بما نسخت أي بما نسخت به فإن أخبر فإنها تقبل قال المصنف أوما إليه إمامنا أي إمام أحمد في رواية صالح فإن أحمد قال إن الله بعث نبيه وأنزل عليه كتابه وجعل رسوله الدال على ما أراد من باطنه وظاهره وناسخه ومنسوخه قال كقول الحنفي والحنفي والشافعي أي وافقوا في ذلك ثم قال وذكر ابن عقيد رواية يقبل أي يقبل قول الصحابي وهذه الرواية يعني عدها ابن عقيد رواية عن أحمد وكذا ابن البركات عدها رواية عن أحمد قال كقول بعضهم أنه يقبل ذلك منه مطلقا لأن قول الصحابي حجة وهو أفهم بمواضع التنزيل نعم وقال أبو البركات يعني المجزب التيني إن كان هناك نص يخالفها قبل وإن لم يكن هناك نص يخالفها لم يقبل فلابد فكأنه رجع إلى القول الأول فإذا وجدنا نصا يخالفها من القرآن قبلنا وإلا لم نقبل ذلك إذا كان المنسوخ قرآنا نعم وإن قال نزلت هذه بعد هذه قبل ذكره القاضي وغير نعم قول الصحابي إن هذه الآية نزلت بعد تلك هل هذا من باب الرواية أو أنه من باب الاجتهاد هذا هو محل سبب النزاع فمن قال إنه من باب الرواية فإنه يقبل وحينئذ فإن المتأخر إذا لم يمكن إعماله مع الآية المتقدمة فإننا نقول حينئذ تكون متأخرة ناسخة للمتقدمة وهذا القول هو الذي ذكره القاضي يعني يعني بالقاضي أبي يعلى يعني بالقاضي أبا يعلى وغيره أي كثير من أصحابه ومما نص عليه ابن البناء من أصحاب القاضي بل قد ذكر الشيخ تقييدين أن القاضي لم يذكر في هذه المسألة خلافا لم يذكر في هذه المسألة خلافا أي في المذهب وإلا فإن فيها خلافا طيب هل طريقة القاضي أصوب أم لا ذكر بعض أهل العلم أن طريقة البخاري رحمه الله تعالى أن قول الصحابي إن هذه نزلت بعد تلك أن لها حكم المرفوع وأما الإمام أحمد فظاهر كلامه أن له ليست حكم المرفوع وإنما تكون من باب الاجتهاد لأنه لم يذكر شيئا منها في المسند نبع على هذا الملحظ الدقيق لمنهج البخاري وغيره الشيخ تقييدين نعم ثم قال وَجَزَّمَ الْآمِدِيُّ بِالْمَنْعِ أي بالمنع في هذه المسألة وهذا يدل على أنها ليست أن الخلاف الذي نقل إنما هو عدم الخلاف في المذهب لا مطلقا قال لتضمنه نسخة متواتر بأحد والحقيقة أنه ليس نسخة متواتر بأحد وإنما هو إخبار عن ناسخ وإنما الأحد إنما هو طريق للعمل نعم وإن قال هذا الخبر منسوخ فكالآية وَجَزَمَ أَبُوْيُّ خَطَّى بِالْقَبُولِ نعم نقول وإن قال الصحابي قوله قال أي قال الصحابي الراوي هذا الخبر منسوخ فكالآية إن لم يذكر الناسخ لم يقبل وإن ذكر الناسخ قبل لأنه قد يذكر الناسخ ثم يتبين لنا أنه ليس من باب النسخ بالمعنى الخاص وإنما بالمعنى العام الذي هو المقيد قال وَجَزَمَ أَبُوْيُّ خَطَّى بِالْقَبُولِ أي بقبول ذلك وإما جزم به أيضا القطيع فإنه قد تبع آبا الخطى في هذه المسألة وإن قال كَانَ كَذَا فَنُسِخُّوا بِلَا قَوْلُهُ فِي النَّسْخِ عِنْدَا الْحَنَفِيَةِ قال أبو البركات وهو قياس مذهبنا وقال ابن برهان لا يقبل عندنا قوله وإن قال كان كذا فنسخ يعني ذكر الحكم مع النسخ معا قال قبل قوله في النسخ عند الحنفية قال أبو البركات هو قياس مذهبنا ووجهه أنه قياس مذهب أحمد لأن أحاديث كثيرة وردت عن الصحابة أنهم كانوا يقول نسخ عننا كذا فقبل ذلك قال وقال ابن برهان لا يقبل عندنا أي عند الشافعية أو عند المتكلمين والحقيقة أن ما نقله المصنف يعني هو اختصار لكلمة ابن برهان فقد قال ابن برهان قبل قوله في الإثبات دون النسخ عندنا فاقتصر المصنف على كلمة النسخ دون الإثبات فيقبل إثباته للحكم وهو الجزء الأول كان كذا ويلتغي قوله في النسخ نعم مسألة ويعتبر تأخر الناسخ وإلا فتخصيص نعم بدأ المصنف بعد ذلك في هذه المسألة بذكر شروط النسخ وقد أورد المصنف شرطين وهناك شروط أخرى لم يردها المصنف تفهم من كلامه المتقدم وما بعده أول شرط هو تأخر الناسخ وهذا باتفاق أهل العلم لا بد أن يكون الناسخ متأخرا وقد تكلمنا عنه في تعريف النسخ أنه لا بد أن يكون بخطاب متراخن وهذا معنى تأخر الناسخ قال وإلا أي وإن لم يكن الناسخ متأخرا فتخصيص أي فيحكم بأنه مخصص وليس بناسخ وهذا من أهم الفروق بين المخصص والناسخ هذا من أهم الفروق للمخصص والناسخ نعم والتعارض فهذا نسخين أمكان الجمع نعم قوله هو التعارض هذا هو الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون الحديثان متعارضين أو متناقضين لا يمكن العمل بهما معا ولا رفعهما أيضا كذلك أو ضدين يمكن رفعهما وهذا الشرط هو الذي يخطئ فيه كثير من النس وذلك أن كثيرا من أهل العلم يحكمون بنسخ حديث بآخر أو نسخ آية بأخرى مع أنها ليست ناسخة وإنما يمكن الجمع بينهما بأن يكون مقيدا لإطلاق فيه أو مخصصا لبعض عموم أو لحمله على صور دون صور وهكذا وبناء على ذلك فإنه ما أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يجوز الصيررة إلى النسخ وهذا الشرط الثاني بالذات كثيرا ما يعتني به فقهاء الحنابلة ولذلك فإن من أقل المذاهب حكما بالنسخ هم الحنابلة وإذا أردت أن تطبق ذلك فارجع إلى كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي واختصاره وهو المصفى له فقد ذكر كثيرا من الآيات التي الدعية نسخها ثم نفى نسخها وأهم أصل رجع إليه في نفي نسخها هي هذه القاعدة فوات الشرط بأنه يمكن العمل بكلا الآيتين فإذا أمكن العمل بكلا الآيتين فإنه في هذه الحالة لا يكون منسوخا وذلك فإن هذا الشرط مهم جدا والتطبيقات عليه كثير الفقهية ومن القرآن وقد أشرت لك كتاب فيه عشرات الأمثلة وليس مثال بل عشرات الأمثلة وذلك قال فلا نسخة للمتقدم إن أمكن الجمع أي من أمكن الجمع بين المتقدم والمتأخر والجمع يكون بأمور متعددة ومن قال نسخ صوم يوم عشراء برمضان فالمراد وافق نسخ عشراء فرض رمضان فحصل النسخ معه لا به والله أعلم نعم هذه المسألة هي إن صح التعبير جواب على سؤال اعترض به على المسألة المتقدمة فإنه إذا قيل لا نسخة إن أمكن الجمع فكأن هذا الرجل يقول إنكم تقولون إنه لا نسخة مع إمكان الجمع ومع ذلك تقولون إن نسخة عشراء كان بوجوب الصوم مع أنه يمكن أن نقول يمكن أن يصوم عشراء ويمكن أن يصوم رمضان فهذا في المحرم وهذا في رمضان والمتقدم غير معارض للمتأخر فإنهما غير متعارضين بل يمكن جمعهما فلا يصح أن تسميه نسخا هذا هو السؤال وذلك قال المصنف ومن قال أي ومن قال من العلماء نسخ صوم يوم عشراء برمضان قوله من قال يعني أن هذه العبارة ترد كثيرا في كتب الفقهة كثيرا ما يستخدمون هذه المسألة وهو أن رمضان ناسخ لصوم يوم عشراء وقبل أن نذكر هذا التوجيه ذكر في الإنصاف أن في المذهب قولا في هل وجوب عشراء نسخه وجوب الصيام في رمضان أم نسخه غير ذلك فذكر أن الصحيح من المذهب أنه لم يجب صوم يوم عشراء لينسخ فلم يكن واجبا لنقول إنه منسخ بل إنه أمر به والأمر عندنا حقيقة في الندب وفي الوجوب معا فلم ينسخ بعد ذلك وإنما بقي على أصل فلا يكون منسخا قال وقيل إنه كان واجبا ثم نسخ فحينئذ نعمل القول الثاني يكون التوجيه الذي سنأذكره بعد قليل والقول بأن صوم عشراء كان واجبا ثم نسخ هو اختيار الشيخ تقي الدين والموفق بن قدامه وابن أخيه الشارح إذن على الرواية الثانية بأن صوم عشراء منسخ ابتداء فإذا قالوا نسخ صوم يوم عشراء برمضان قال المصنف فالمراد وافق نسخ عشراء فرض رمضان فحصل النسخ معه لا به هذه العبارة هذه العبارة أوردها المصنف هي عبارة عبارة أبي البركات ابن تيمية فإنه قال بذلك وسبقه لهذه العبارة ابن عقيل وسبق ابن عقيل لها القاضي أبو يعلى فيقول إن النسخ ليس بصوم رمضان بنفسه وإن من نسخ بأمر آخر صاحبه وجوب رمضان هذا كلامهم هذه المسألة الأخيرة فقط باب التفريع لأنني قلت لكم أن من الأغراض ذكر الفائدة هل ينبني عليها ثمرة أم لا ذكر الشيخ عبد الحليم من تيمية أنه ينبني عليها ثمرة فقالوا ويشبه هذا في الأحكام ما إذا أوصى لرجل بشيء ثم أوصى له بشيء آخر فإن الإصاء الثاني لا يتضمن رجوعه عن الأول وكذا إن أوصى به لآخر تحاصى ثم قال وهذا أظهر من أن يدل عليه دليل ولكنه مندرج تحت هذه القاعدة نكون بذلك بحمد الله عز وجل نتهينا من الحديث عن النسخ وجزئياته نبدأ بمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم بالحديث عن القياس وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا أخونا يقول إن جدته قد جاوزت الثمانين دائماً لنزول البول باستمرار فيصيب الثوب وأحياناً يشق عليها الماء لعلة المرض فهل يجوز التيمم وإن كان فهل ينخل لها التراب في إناء ليسهل لها التيمم لكبال السن والمرض أم لا نقول أولاً هي يعني يشق عليها أمراً يشق عليها أولاً الطهارة من الحدث والأمر الثاني يشق عليها الطهارة من الخبث وهو إزالة النجاسة والقاعدة أن من شق عليه هذان الأمران فهو مخير بين أمور طبعاً إن كان قادراً على رفعهما في بعض الأوقات الخيار الأول إذا استطاعت أن ترفع الحدث أو تزيل الخبث في أحد الصلاتين المجموعتين والثاني لا تستطيع فإننا في هذه الحالة نقول يجوز لها أحد أمرين إما أن تجمع جمع تقديم أو تأخير فتصلي بطهارة ماء مع إزالة نجاسة كما في قصة حمنة ويجوز لها أن تصلي كل صلاة في وقتها لكن تكون إحدى الصلاتين بطهارة ماء أو بإزالة نجاسة والثانية مع وجود النجاسة وبطهارة تيمم إذن هذا ما يتعلق بالتخفيف على تلك المرأة أو غيرها لأجل التخفيف باعتبار الجمع التخفيف الثاني وهو الانتقال للبدل نقول إن حيث عجزت عن الوضوء والعجز يكون بعدم القدرة بنفسها بعدم القدرة بنفسها وعلى الصحيح وهو الرواية الثانية مثلاً أحمد تزل عليه الأدلة أنه لا يلزمها أن تأمر خادماً أو ابناً أن يساعدها في خدمتها ما يلزم وحينئذ فنقول مدامة قد عجزت بنفسها فتنتقل إلى البدل وهو التيمم والتيمم يكون لماذا يكون التيمم عن طهارة الحدث للآية فلم تجد ماء فتيمم ما في إشكاب فمن فقدت الماء لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر فتتيمم هذا واضح للآية وهل يشرع التيمم لأجل إزالة النجاسة أم لا قولان لأهل العلم فالمشهور من المذهب أنه يشرع التيمم لمن عليه نجاسة لا يستطيع إزالتها قياساً على التيمم لمن عليه حدث لا يستطيع رفعه بالماء لأن النجاسة إحدى الطهارتين فتلحق بها والرواية الثانية وهو الذي عليه الفتوى وإن كان الأحواط الأولى أنه لا يلزم لأن التيمم رخصة وحيث قلنا إنه رخصة فالأصل في الرخص عدم القياس فالأصل عدم القياس وإنما وردت في العجز أو عدم القدرة على الوضوء ورفع الحدث ولم ترد في النجاسات ولو كانت مشروعة لوردت هذا المسألة فيها خلاف فحينئذن نقول يجوز لها أن تتيمم ويجوز لها أن تجمع بشرط متى تجمع إذا كانت تستطيع أن تصلي إحدى الصلاتين بطهارة كاملة بالماء ونحوه ويجوز لها أن تجمع إن شقة عليها لأجل علة المشقة هل يوضع الإناء في منخل نعم لا يجوز يجعل التراب في إناء أو يجعل الصناديق التي توزعها وزارة الصحة وزارة الصحة توزع صناديق التيمم لكبار السن ولي المرضى فيجوز ونقله يعني من تكلم من أهل العلم أنه لا يشرع نقله أي أصل التكلف لا أنه لا يجوز يقول ذكرت الروضة في الفقه ما هي الروضة في الفقه هذا كتاب ينقل عنه كثيرا فبعضهم يقول لا يعرف مؤلفه وبعضهم ذكر اسم مؤلفه وأنه لا ترجمة له والعلم عند الله عز وجل فيه وأحد الباحثين تكلم في بحث كامل عن هذا الكتاب يقول كيف يجمع بين حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبين وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا مع أنه من الصانع عاما نقول إن قول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هذا نازل في الصلاة قال أحمد أجمعوا على أنها في الصلاة فهو مع عمومها إلا أن السبب داخل دخولا أولويا فيها وقلنا أن دخول السبب قطعي مرمعنا تذكرون لما تكلمنا عن العموم وأن السبب دخوله قطعي في دلاية العموم قطعي هذا من باب دخول السبب القطعي فحين إذن نقول يجب الاستماع في الصلاة لأن الدخول قطعي وأما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا عام نعم ولكنه مخصوص بالآية لأن الآية عمومها مقدم لأجل أنه قد ورد بالسبب ولأجل حديث جابر الذي جاء عند أحمد قال عنه ابن كهير إن رجاله ثقات لأن فيه إرسالا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فدل ذلك على سقوطها عنه والآثار عن الصحابة في سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم كثيرة جدا يقول ما اسم كتاب بن الجوزي في الناسخ قلته له كتابان مختصر ومطول المطول هو الكبير في رسالة في الجامعة الإسلامية وطبعت في مجلدين أظن اسمه نواسخ القرآن نواسخ القرآن وأما مختصره فسماه المصفة وابن الجوزي له طريقة يؤلف الكتاب ثم يختصره أغلب كتبه يختصرها بل له طريقة ثانية يجمع هذه الكتب التي اختصرها ثم يختصرها في مجمع يعني ما في مجمع قلنا نقول في كتاب يجمعها في كتاب يجمعها فعنده كتاب مثلا على سبيل اسمه تلقيح أظن اسمه تلقيح ليس الفهوم أظن تلقيح الفهوم أو قريب من هذا في مجلد ضخم جمع فيه فنونا كثيرة أغلب هذه الفنون هي مؤلفات له فيجمع الكتاب ثم يختصر ثم يختصر المختصر في هذا الكتاب الذي يجمعه فنونا نعم هل يقاس عدم عقر الشماق على عقر الشعر في الصلاة لا أظن أنه مثله بل أظن أن بينهما خلافا وتثاجل تأمل طبعا السؤال عن القياس الجلي سنتكلم عن القياس الجلي الغدا إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله يقول مسألة رهن المبيع بثمنه ما معنى هذه الصورة مسألة رهن المبيع بثمنه يعني لو أن رجلا اشترى من آخر عينا مثل خلنا نقول قنين ثمان بكم اشتريتها قال اشتريتها بعشرة ثم جعل هذه العشرة دينا في ذمة المشتري لأنه لم يقبض منها شيئا أو بعض هذه العشرة فأراد البائع أن يأخذ توثيقة والتوثيقة إما أن تكون برهن أو بوكيل لهو الكفيل أو بكفيل قلت الوكيل نعم أو بكفيل فقال ايتني بعين أرهنها قال ارهن المبيع الذي اشتريته منك فقبل فنقول يصح رهن المبيع بثمنه يعني أنه في مقابل ثمنه طيب ما ثمرته إذا حل الأجل ولم يفي المشتري بالثمن فإن البائع يأخذ السلعة وهو المبيع هذا ثم يبيعها في السوق فإذا باعها في السوق أخذ منها الثمن الذي في الذمة عشر أو ثمان الباقلة وما زاد رده لصاحبه وهذا معنى قولهم إن رهن المبيع بثمنه يقول ما هو الشرط الثالث الذي لم يصرح به المؤلف هو صرح به لكن ذكره قبل مثل التراخي قلنا ومثل عندنا يعني شروط كثيرة أو ردها مثل عندنا أن يكون غير محتمل وأن يكون الناس يخو نقليا لاعقليا وهكذا شروط كثيرة جدا أكثر من ثلاثة يقول آخر سؤال نقب عنده كتاب التحبير يسأل أخونا عن كتاب التحبير ما هو كتاب التحبير هذا كتاب التحبير شرح التحرير ألفه القامل علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 885 من الهجرة هذا الكتاب طبعهم في ست أو سبع مجلدات ألف مصنفه الكتاب وألف الشرح فالكتاب المشروح هو التحرير للمؤلف والشرح هو التحبير نبدأ بالتحرير التحرير للمرداوي أصله مختصر بن اللحام فقد جاء المرداوي لمختصر بن اللحام تماما فأخذه واستفاد منه ولكنه قدم أشياء قليلة وأخر أشياء وهو قليلة مثل الحديث عن الصحة على سبيل المثال عندما تكلم عن الصحة والإجزاء جعلهما متواليتين بخلاف المصنف فقد فرق بينهما في المسال ثم إنه أطال في ذكر من قال بكل قول أطال إطالة كبيرة جدا فالقول أول قال به فلان وفلان فأصبح يسميهم سواء من الحنابل أو من غيرهم فأكثر من ذكر الأسماء ثم إنه قد صحح بعض العبارات المشكلة ليس جميع العبارات المشكلة وإنما بعض العبارات المشكلة وزاد مسائل لكنها ليست كثيرة جدا لو أردت أن تجمع المسالة زادها صاحب التحرير وخاصة في الجزء الأول غير الأخير فهي ليست يعني ذات النسبة الكبيرة قد لا تتجاوز إعلاءة لكن أقل من 10% بكثير ثم شرحه في كتاب اسمه التحبير هذا التحبير كتاب كبير جدا أهم مراجعه أولا كتاب ابن مفلح بل هو أهم مراجعه فيكاد يكون نقل كل ما في كتاب ابن مفلح الأصول في كتابه التحبير هذا أولا وزاد عليه من كتب الحنابل كتابين أو ثلاثة أولها كتاب المقنع لابن الحمدان والثاني كتاب أصول الفقه لابن قاضي الجبل وهما كتابان مفقودان وذلك هذان الكتابان المقنع وأصول ابن مفلح وأصول ابن قاضي الجبل عفوا لما كان غير موجودين فإن أغلب النقلات الموجودة عندنا الآن هي بواسطة التحبير أو بواسطة شرح الجراعي على كتابنا على كتاب يعني كتاب باللحام هذا أهم الكتب التي في ذهن الآن أنه رجع إليها من كتب الحنابل وأما غيرها ربما رجع مسود لكن قليل جدا وأما غيرها فهو ينقل بالواسطة العدة والواضح وغيرهم ينقل بالواسطة والواسطة هي كتاب بن مفلح فيما يظهر وأما كتب غير الحنابلة فأهم الكتب التي رجع إليها ثلاثة شرح بدر الدين الزركشي على جمع الجوامع تشنيف المسامة وشرح ابن العراقي على جمع الجوامع واسمه الغيث الهامع وابن العراقي قد ذكر أنه قد اعتمد في كثير من كلامه على بدر الدين الزركشي في تشنيف المسامة والكتابة مطبوعا والكتاب الثالث وهو شرح الألفية للبرماوي وقد طبع مؤخرا فإن البرماوي ألف ألفية له في الأصول ثم شرحها شرحا جيدا ومن ميزة البرماوي أنه يشرح بأسلوبه وذلك يعني من ميزات عنده بالذات أنه يكتب بأسلوبه بينما تجد عند كثير من الأصوليين ينقلون العبارات ومنهم المرداوي ينقل ينقل ويجمع النقولات فميزة أنك تجد المسألة بأسلوبين توضح المسألة أكثر هذا من جهة صح الذي يأتي بأسلوبه قد يكون فهمه غير دقيق فهنا يأتي الإشكال هنا يأتي الإشكال وذلك لكي تبرأ من الإشكال انقل الكلام كما هو وخاصة في بعض المسائل الأصولية التي يكون لها دقائق كلامية لا يحسنها كثير من الناس هذا هو ما يتعلق بكتاب التحبير للقاضي على الدين المرداوي رحمه الله تعالى وسائر علماء المسلمين صلى الله وسلم عن نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر